اصدر اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة قرارا رقم ثلاثة لسنة الفين وثلاث وعشرين بشان عادة تشكيل مجلس ادارة اللجنة البارالنبية البحرينية وجاء في القرار بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم واحد وعشرين لسنة الف وتسعمائة وتسع وثمانين وتعديلاته وعلى القرار رقم واحد لسنة الفين وتسعة عشر بشان تشكيل مجلس ادارة اللجنة البارالنبية البحرينية وبناء على عرض الامين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة قرر الآتي يعد تشكيل مجلس ادارة اللجنة البارالنبية البحرينية في دورته الحالية 2023-2024 برئاسة الشيخ محمد بن دعيه آل خليفة وعضوية كل من السيد نعمان راشد الحسن السيد خالد محمد الحسن الدكتورة الشيخ حصة بن تعالي آل خليفة الدكتور عبد الرحمن السيد أحمد عبد الجليل الدكتورة سوسن حاجي تقوي الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة السيدة مي محسن حاجي الشيخ سلطان بن دعي آل خليفة السيدة فجر علي بن علي السيد أحمد خالد العريفي ممثل عن لجنة اللاعبين وتحدد الجهة المنصوص عليها في البند 11 من الفقرة السابقة من يمثلها في مجلس الإدارة